شحة المياه والتصحر وتلوث الهواء تحديات خطيرة باتت تشكل أزمة مناخية متعددة الأبعاد في العراق عوامل أفصح عنها البنك الدولي خلال اجتماعه الأخير في بغداد التصحر خطرة خاصة إذا مرحلة التصحر الشديد والآن العراق بدأ مرحلة التصحر الشديد وهذا بسبب قلة الموارد المائية يأثر على البيئة وفوق الحيوانات يأثر على أمن الغذائي من بين الإجراءات الضرورية التي يجب أن يتخذها العراق وضع حد للنقص في الكهرباء لأسيما عبر إنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه في إنتاج الكهرباء وتحديث نظام الغي ويعادة تأهيل السدود تنويع اقتصاد النفط وتطوير الصناعة والزراعة يعني التنمية المستدامة هذا هو طموح الدولة وليست ادعاء وإنما هي حقيقة لكن حينما نتحدث عن هذه التنمية المستدامة من صناعة وزراعة وغيرها يعني إحنا يجب أنه يكون مغفرين طاقة كهربائية أما على المدى المتوسط والبعيد فقد نوقشت توصيات بضرورة عدم الاعتماد الكلية على النفط والكربون في قطاعات الصناعة والزراعة والتوجه نحو نموذج تنمية مراعي للبيئة تأثيرات الجفاف قوية جداً خصوصاً من جانب البيئي انخفاض المناسب معناها زيادة التلوثات وشفنا بالبصرة شاهدنا زيادة التلوث على مدى المحافظات الجنوبية تحديداً ومنها البصرة بالخصوص وبحلول عام 2040 سيكون هناك حاجة إلى مبلغ 233 مليار دولار بالاستجابة إلى حاجة العراق التنموية الضرورية فالعراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغيير المناخي محمد فاضل الغد بغداد